السلام عليكم الإخوان والأخوات ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا جديد ديال اليوم الفيديو ديال اليوم تحت الطلاب ديالكم كنتوا قد طلبوني دائما أنني نهضر لكم على هات السيارة اللي عندها واحد شعبية كبيرة وبزاف ديال الناس كيحبوها في الوطن العربي بأكمله السيارة اللي غنهضروا عليها اليوم هي بيجو ميتين وسبعة جميع الفئات ديالها الفئة العادية الفئة النورمال والفئة الأخرى اللي هي بيجو ميتين وسبعة بليس هات السيارة هاتي غن أعطيكم واحد النصيحة ولكن خسكم تبعوا الفيديو حتى الأخر باش تعرفوا المشاكل اللي كينين فيها هات السيارة مزيانة ولكن فيها بعض المحركات ممزيانينش وهات المحركات هادو بيام دوبل في خاش يسبعها تماما ومن اللي كتكون شركة ديال بيام دوبل في خاش يسبعها في شركة أخرى كتعرف بأنه إلي شريتي هات السيارة ومعرفتش تعامل معاها عرف بأنها غدي تخلي الكعشتك وغدي تخليك مزلوط وغد تخليك دايع في الزناقي بحال شي مستي فاللهذا تابع بعنا الفيديو وما تنساش انك تبرتاجين معلومة مع الناس اللي معارفينش اجيدا بنتعرفو على تاريخ الصنع ديال هات السيارة بيجو ميتين وسبع تاريخ ديال الصنع دياله بدأ من الفين وستة وستمر حتى الفين وربعطاش ولكن دازت هنا من عدة مراحيل الفاص دياله الأول أو الفيسليفت ديالها الأول بدأ في одну وستة حتى الفين وتسعود والفيسليفت دياله التاني بدأ من ألفين وتسعود حتى الألفين ووطناش أما الفيسليفت ديالها لأخر بيجو ميتين وسبعة بليس بدأ من الألفين وطناش وستمر حتى الل عشر نتعرف على بلد تجميع هذه السيارة بيجو 207 هذه السيارة تموت في شركة الأم التي هي فرنسا وتموت خارج فرنسا بحال اسبانيا، سلوفيكيا، في الصين، في الإيران واللائحة طويلة جدا نتعرف على الهياكل التي خرجت بهم هذه السيارة بيجو 207 خرجت بخمسة ديال الهياكل الهيكل الأول فهو مفقود هذا الهيكل هذا قليل فين غادي تشوفه هذا الهيكل كيكون في اليابان أو بالأحرى كيكون في آسيا فقط أما الهياكل اللي عندهم واحدة شعبية كبيرة هما ربعة ديال الهياكل فقط الهيكل الأول هو بيجو 207 الهاتشباك خمسة ديال الأبواب ربعة ديال الأبواب الركاب والباب اللي كيكون في المالة في الزاجة أما الهيكل الثاني هو هاتشباك ثلاثة ديال الأبواب جوجي الأبواب كيكونوا ديال الركاب والباب الآخر اللي هو المالة في الزاجة أما الهيكل الثالث وهو ستاسيون واغون أو تلقى واحدة الكلمة مختصرة في المؤخرة ديال هات السيارة اللي هي SW207 هذا يعني سيارة هي مجبدة طويلة كيف ما كان عرفوها إحنا يا كنقولوا ليها ستاسيون واغون هات السيارة فيها خمسة ديال الأبواب ربعة ديال الأبواب ديال الركاب والباب ديال المالة اللي كتكون فيه زاجة أما الهيكل ديالها الأخير واللي كنحبوه أنا شخصيا وقد تعتبر سيارة رياضية اللي هي معروفة بيجو 207 سي سي هات السيارة هاتي اللي كتجي نكشوفه يعني السقف ديالها كيتحل وكيولي يتسد وهي فيها جوج ديال الأبواب فقط أجيو ديال بنتعرفو على البواد ديال الفيتاس اللي خرجت بيهم هات بيجو 207 البواد ديال الفيتاس اللي خرجت بيهم هات بيجو 207 هما ثلاثة ديال البواد جوج في المانيال وحده في الأوتوماتيك البواد الأولى في المانيال خرجت بخمسة ديال الغيارات والتانية ديالها اللي تم التطوير عليها خرجت بستة ديال الغيارات أما ديال البواد الأوتوماتيك خرجت بربعة ديال الغيارات فقط أجيو ديال بنتعرفو على النظام ديال ستيرينغ اللي هو النظام ديال تو جيه النظام ديال تو جيه ديال هات السيارة بيجو 207 خرجت بجوش ديال الأنظمة كاين ديال الهيدروليك يعني ديال الأسستي وكاين ديال الإلكتريك ولكن قليل بزاف وما غاديش تلقاهوه عندنا هنا في المغرب أو في الدول العربية أجيو ديال بنتعرفو على الحطة ديال المحريك في قلب الكابو الحطة ديال المحريك في قلب الكابو فهو على شكل عرضي ودائما خارج بربعة سلندر فقط أجيو ديال بنتعرفو على النظام ديال الحقن لكاين في هات السيارة بيجو 207 لا في الليسانس ولا في المزوت النظام ديال المزوت الحقن دياله فهو حقن مباشير بالضغط العالي أما السيارات ديال البنزين فهو ما بالحقن الغير المباشير ولكن كتخدم بالانجكسيون ماشي بالكاربيريتر أجيو ديال بنتعرفو على النظام ديال الدفع اللي كاين في هات السيارة بيجو 207 النظام ديال الدفع دياله فهي كتجرب القدام ما كتدفعش باللور سواء في سيارات ديال ديزل أو في سيارات ديال البنزين أجيو ديال بنتعرفو على النظام ديال الفراميل اللي كاين في هات السيارة بيجو 207 النظام ديال الفراميل الأمامي فهو ديال الديسك والنظام ديالها الخلفي حتى هو ديال الديسك أجيو ديال بنتعرفو على النظام ديال السيسبنشن اللي هو جهاز التعليق في هات السيارة بيجو 207 النظام التعليق للسيارة الأمامي فهو مستقل كل رويضة على حيدا أما النظام التعليق الخلفي فهو مشترك وكأين شحبات التي يكون رياضية كيكون النظام التعليق الخلفي فهو مستقل كل رويضة على حيدا وخكتجر بالقدام أجيب أن تعرفوا على السيارة الخزام للوقود في هذه السيارة يأتي 207 السيارة الديزل والسيارة البنزين السيارة الخزام للوقود في السيارة فهو يهز 50 لتر فقط أجيب أن تعرفوا على المحركات التي خرجت بهم هذه السيارة بيجو 207 سواء في السيارة الديزل أو في السيارة البنزين أولا نبدأ بالمحركات البنزين المحرك الأول 1.4 لتر الكود ديال المحرك تي ا طروا جي بي ربعة سلندر انلاين في تمنياو يعني تمنياو ديال ليفالف اللي هما تمنيا ديال ليسوباب المحرك الثاني 1.4 لتر أ تي طروا جي بي ربعة سلندر انلاين في ستاش يعني ستاش ديال ليفالف المحرك الرابع 1.6 لتر في تي ا طروا جي بي ربعة سلندر انلاين في ستاش يعني ستاش ديال ليفالف المحرك الخامس والأخير 1.6 لتر ربعة سلندر انلاين في ستاش تي ا اش بي وكاين محركات بزاف فليسانس أما هذه المحركات كلهم اللي هضرنا عليهم فيهم جوج محركات اللي دوري جين ديال البيجو فقط والباقي كله خارج بيجو أو كاين شركة أخرى خاش يصبعها في البياز ديال هاد المحرك هذا والشركة الأولى اللي معروفة بال VTE هي شركة ديال البيام دوبل في أجي ودابا ندوزول المحركات ديال الديزيل المحرك الأول 1.4 لتر الكود ديال المحرك دي V4 V8 وثمانية ديال لفالف الـ HDE المحرك الثاني 1.6 لتر دي V6 يعني 6 V16 الـ HDE هات الجوج ديال المحركات اللي كاينين في الديزيل فغادي تلقاوهم في بزاف ديال السيارات ديال فورد أجي ودابا نتعرفو على الاستهلاك ديال الوقود في هذه السيارة بيجو 207 في ليسانس وفي الديزيل الاستهلاك ديال الوقود في السيارة ديال البنزين بيجو 207 في قلب المدينة كيوصل من 6.4 لتر حتى السبعة لتر في كل ميات كيلومتر أما خارج المدينة فهي اقتصادية الاستهلاك ديالها ما بين 5.1% حتى 6.4% أما الاستهلاك ديال الوقود أو ديال الديزيل في قلب المدينة كتستهلك 5 لتر فصيلة سبعة وخارج المدينة كتستهلك من 3.5% حتى 4.5% على حسب التقل والديناميكية ديال الرياح المتصادمة مع الهيكل ديال السيارة أجي ودابا نهدروا على العمارة اللي خرجت بيها هات السيارة بيجو 207 العمارة اللي خرجت بيها هات السيارة جاية ف الل اوبشن وجاية بالنص ديال الامارة كيف ما نقوله احنا يا باللغة hace المغربية سيارة اللي جاية ف الل اوبشن تجي سيارة بالخير اوتوماتيكي تجي بالكراسو ديال الجلد اللي هي كوسانات ديال الجلد جاية بالنظام ديال الابي اس وجاية بالليرباق كيكون فيها ستاو الليرباق وزيجان كيكون بربعة الكتريق أما النظام الملاحة لا يوجد فيها تفتقر له أما الجهاز الميديا تأتي بمجالة أو قارئ الأقراص المضغوطة وهو سيدي و تكون فيه أحد البوابة USB تحت الطلب أما النظام الكليماتيزور فيها النظام الكليماتيزور وفيها النظام السخونية والعمارة الأخرى جاء بالروتروفيزورات تسدو و تحلو مع الكونتاكت أو في البطونة فشك تورك عليها من الداخل كي يجمعوا و تأتي بالفتحة اللي كتكون في السقف اللي هي بانوراميك أو زجاجية و تأتي بالأضواء ديالكزينو و كائنا اللي كتأتي بالأضواء ديال الخلف كيكونوا ديال ليد أما المقاسات ديال تاير و ديال ريمز ديالها اللي هما العجالات والبناوات العجالات ديالها اللي كتخرج بفول أوبشن كيجو بالرقم ديال السبعتاش و كيكونوا ديال الاليمينيو أما اللي كتجي بالنص ديال العمارة كتخرج بالروايد ديال الخمستاش العمارة اللي كتكون فيها كيكون فيها الابي اس كيكون فيها اليرباغ و كتكون فيها الكليماتيزور ميكانيكية ماشي إلكترونيك بالزون أما الروتروفيزورات كيجو فيها روتروفيزورات اللي هما عاديين أما الأضواء الأضواء الأمامية كيجو عاديين والأضواء الخلفية ديال السطوبات حتى هما عاديين و ما كتجيش بالفتحة ديال السقف كتخرج سيارة عادية فقط أما النظام ديال هذه السيارة كان جدل كبير جدا السيارة التي تكون في أوروبا ويوجد الكثير من التجارب تكون تابتة بمعنى الكلمة في الطريق ويقوم بعملها جميع المناورات وتبقى سيارة أوروبية خضعات الكثير من التجارب والصادق عليها عالميا أجود أن نتعرف هذه السيارة بجو 207 وتقدر تضرب معي طريق طويل أو لا هذه السيارة بجو 207 وتقدر تضرب معك طريق طويل سواء في السيارة البنزين أو في السيارة الديزل ولكن بشرط واحد هو أنها شحلة صغيرة وكل محرك ديالها صغير تقدر تضرب معك طريق طويلة مثلا عندك بجو سيسي وفيها محرك 1.4 لتر فهذا المحرك يستطيع تزكنتها وصاحبك وباقاج الذي يكون خفيف وتمشي في مبغيتي لم يكن سخانة لأولو أما إذا كانت عندك تورينج أو ستاسيون واغون وفيها موتور 1.4 لتر لا يمكن أن نصحك أن تشريها ويكون السيارة المحرك ديالها صغير من الأحسن تشريها في المحرك يكون 1.6 لتر يالله يالله تز يعني أهل ديالك وصحابك والباقاج وإلى آخري وتمشي الدوز عطلة اللي كتكون جزوينة باش متشرشمش في الطرقان أجيو دابان تعرفوا على شنو هما أحسن محركات اللي كاينين في هاد بيجو 207 أحسن محركات اللي كنصحكم بهم أنا هما المحركات اللي كيكونوا كبار سيعة ديالهم من 1.4 لتر للفوق أو من 1.6 لتر للفوق ولكن الحاجة المهمة اللي خاصتكم تعرفوها شحل ما تزادت السيعة ديال المحرك ديال هاد بيجو 207 وتزاد عليها تتقل الكونسومات ديالها كتولي زايدة أما من ناحية اللي غاي سوولني عليها واش هات السيارة كتسخن في طريق أولا هات السيارة كتسخن في طريق بشرط واحد إلا كان مولاها ما كيتهلاش فيها كيدير زيت غير مناسب للمحرك ديال السيارة دياله وكيدير الماء ديال الروبيني يعني البلوك كيكون راشي الردياتور مبلع ترموستو كيحيدها وهناي المحرك ديال السيارة كيوليه كل ضق إن فاكتشت به طريق طويل كيولي الماء يفور وكيوقع لك بزاف ديال المشاكل أما إلا تهلت في هذه السيارة كون على يقين بأنك عمرك ما غادي تشوف شي مشكلة أما الناس اللي غادي تسقسيني على طولة ديال السيارة واش مزيانة أولا نعم طولة ديال هاد السيارة مزيانة يعني في القودرون وصافي أما إلا دخلتي بها البيست غدو السيمانة وغدو السيارة ديالك كلها تقلقب وغادي تخسر فلوس اللي هي صحيحة وبعد ما تعرفنا على هاد الشي هذا كامل أجودة بنتعرفه على العيوب والمميزات دياله لهاد السيارة وشنوهما المحركات اللي خاصتك تبعد منهم وما تقربش لهم وهالمحركات كيكونوا مصالحينش لك نبدأ أول حاجة بالمميزات دياله هاد السيارة بيجو ميتين وسبعة الميزة الأولى اللي كان فيها هو أن الشركة ديال بيجو وخصوصا في هاد ميتين وسبعة دات ليك جميع المتطلبات ديالك بغيتها صغيرة انتايا أمرتك أو انتايا وصاحبك أو انتايا وشي واحد كيكون قريب ليك خرجت ليك سيارة سيسي يعني كابريولي بغيت سيارة يعني كتكون انتم مثل هذه الأشخاص أو غير بعدي الأشخاص قلالين الصحابة بحالي خرجت ليكم سيارة اللي هي كوبة ديالجوج بيبين كانت عندك العائلة كبيرة ما شاء الله خمسة وخميس كتختارها اللي كتكون تورينغ أو ستاسيون واغون كانت شئائلة اللي هي متوسطة فقط خرجتها لك بربعة ديال الأبواب اللي هي هاتشباك الميزة الأولى اللي كينا في هاتشباك فهي الكنسوماتي ديالها أو الاستهلاك ديالها اللي كتكون قليلة بزاف يعني ما غادش تعاني معها الميزة ديالها التانية المحركات اللي كيكونوا ديالها يعني ديال بيجو دوريجين فهذي غناك الله وخي اعطيك فيها الملايين ديال الفلوس لا تبيعها هاش أبدا من غير اللي كنتي لقيتي البديل حيث المحركات ديالها اللي كيكونوا دوريجين مأمراهم غد يخليوك انبان سيرته في المحركات ديال ليسانس والميزة ديالها الأخرى هو في المحركات ديال البنزين أو المحركات ديال بيجو ديالها دوريجين فهذا كيكونوا ساهلين في الخدمة ديالهم ديال الميكانيك والبياس ديالهم كيكون في المتناول وارخيص والميزة الأخرى هو سيارة يعني سبارة بمعنى الكلمة لا نقول لك هذا لكي تشريها يعني تقليدك على رأسك يعني سيارة سبارة في القدرون وكتاكل الطريق وتستطيع تسافر بها وتمشي بها في مبغيتي غير هو بشرط واحد أنك تهلالها في الزيت ديالها وتهلالها في الماء ديالها وما تحيد لها تيرموستا وكل مرة تبقى تعتاني بهذه السيارة هذه لكي تعتاني بك أجيو دابان تعرفوا على العيوب هذه السيارة بيجو 207 العيب ديالها الأول هو سيارة تكون حادرة واحدة شوية للأرض ومن اللي تضع لها تقل تزيد تهوت ومن اللي تدوز في القدرون على هذاك عمي البوليسي أو عمي الجدار ميميت اللي يكون في الأرض هذه الحذبة تولي هذه السيارة وتضرب من تحت وأول حاجة تأكل الضق هي الكارتيرة ديال الزيت أما العيب ديالها الثاني واللي هو معروف جدا هو المقدمة ديال السيارة كلها بلاستيكية إلى جي تيد دخل للغاراج أو جي تيد باركي بالأمام أو بالخلف قدام شي بوطو ديال الضو أو شي حديدة أو شي طموبيلة كينة قدامك عول بأنه ذاك الباراتشو كله غادي يطير لك للأرض أما العيب ديالها الثالث هو السيارة من اللي كتولي تهزع لها تقل كتر من القانون كتولي عندك السيارة مفروشة من القدام ماشي من اللور والعيب ديالها الآخر اللي كي بغويتهنه منه الناس كلهم هو أنهم هات السيارة ما كيديروش لها لونترنتيان ديالها وما كيكونش عندها الدفتر الطبي كيولي ويديرو لها زيت كيكون غير متجاوب مع ذاك المحريك وكتولي هات السيارة تستهلك لي الزيت وكتولي الحرارة ديال الدرجة ديالها كترتافع وكيبغي غريتها منها وكيكون فيها المشكل ديال الضو هذا كي يعانيه منه بزاف ديال الناس فليهذا فاشتبغي تمشي تشريهات السيارة وضروري تدي معك شي ميكانيكي اللي كيكون حريفي باش مطيحش في المشاكي الجيو ديال تعرفو على شنو هم المحركات اللي صالحي ليك في الليصانس فهذه السيارة بيجو 207 المحركات اللي مزيانين يعني في البنزين والمحركات اللي خيبين المحركات اللي كيكونوا مزيانين دائما اللي كتلقى فيهم الكود كيبدأ بالجي هات المحركات طاويلات ديال المدرسة فلهذا هات المحرك هذا تم عليه تطوير وكيخرج ليومنا هذا 2023 في السيارات ديال بيجو وستروين هات المحرك هذا من احسن المحركات اللي نجح عند شركة ديال بيجو وستروين المشاكيل دياله سهلة هو دوري جين ديال بيجو تم تجميع دياله عند بيجو البياس دوري جين ديال بيجو ما كيينش شي شركة اخرى خاش يصبعها فهذا المحرك هذا وماشي معقد وسهل اما المحركات الخابيطة هو المحرك ديال ال VTE هات المحرك ديال VTE او المعروف بالPrince فين ما لقيته بعيد منه وما تاخدهاش هات المحرك خرج في الميني كوبر خرج بعض السيارة ديال الشيفرولي خرج بزاف ديال المحركات هات المحرك هذا القطع ديال غيار دياله مخلط بزاف تلقى شركة ديال البيام تلقى شركة شيفروليت تلقى شركة لبعض شركات قاعدة ويضعها في هذا المحرك لهذا المحرك الذي تكسبه لا يمكنك تعتني به زي عبارة عليه في الوقت الفلتره ليسانسه في الوقت الفلتر الزيت في الوقت الفلتر رريح في الوقت المدية للراضياتور ترموسه يومية والى آخره أما العيب الآخر الذي يكون في هذا السيارة هو الكالكولاتور دائما يكون ضق الذيي وجوده المشاكل يحمق لك السيارة و لا تجدها بالحل أجود أن نتعرفه على القطع الغيار لذلك السيارة موجود أو لا القطع الغيار بيجو 207 فهو موجود وكاين الدوريجين دياله كاين وساوي 8 وفي الأوكازيون كاين حتى هو ما سيشتحير معه نهائيا المشاكل أو البياس اللي ما سيشتلقاه يعني كيكون قليل وكيكون غالي شوية هو اللي كيكون في المحركات ديال الفيتي اما الميكانيك ديال هات السيارة واش معقد او سهل هو في الحقيقة الناس اللي كيكونوا كيخدموا بيجو فهو كيجيهم سهل اما دوك صحاب المطرقة والسيزو اي حاجة كتجيبها لهم كتكون عندهم صعيبة تجيب ليه مكينة ديال الصابون غادي يوحل معاه اما اليد الاملة ديال الميكانيكي واش غالية او رخيصة فهات السيارة ديال بيجو 207 كتكون رخيصة في المحركات اللي كيكونوا ديال جينير, اما المحركات ديال البيتاي يأعمل ميكانيكي يجد صعوبة وقعوض ميوقع لك المشكل يزيد ويطلب لك التمان الذي غالي. اما المحركات الديزيل ما ستجد مشكلة نهائيا هذه المحركات هاته ساهلين وخارجين في الكثير من السيارة الفورد وخارجين في الكثير من السيارة السيتروين يعني البياس موجود البياس لهغليل ويرقية عاملة معروفة في السوق وإلى آخره. وصلنا لنهاية الفيديو للإخوان إلى أنسيت شيئا حاجة فكروني بها في التعليقات والله يعاونكم حتى فيديو جاي وما تنسوش أنكم تبارتجوا المعلومة مع الناس اللي ما عارفينش